السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف كانت من تكونوا باحسن الاحوال وفصحة جيدة وانتو ما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم ان شاء الله غتنشارك معكم صندويتشات اللي رائعين بزاف وفي نفس الوقت المكونات ديالهم جد بسيطة وسريعة التحضير الحجوة اقتصادية والديدة بزاف ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وبلما نطول عليكم يلا هندزوا مباشرة باش نشوفو المكونات والطريقة ديال التحضير اول شي غدي نبدو في تحضير العجين غدي نحتاجو فيها ثلاث كؤوس من الدقيق الابيض ملعقة صغيرة من السكر حبيبات نصف ملعقة صغيرة من الملح غدي نخلط هاد النواشف وغدي نضيف جوج ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ممكن ايضا نضيروا زيت المائدة انا استعملت زيت الزيتون وملعقة متوسطة من خميرة الخبز اما خميرة هكا ولا الجافة اللي متوفر عندكم وغدي نعجنو العجين بالحليب الدافئ غدي نبقى وكنضيفو في الحليب تدريجيا حتى غدي تشكل عندنا العجين بالنسبة للكيميا دي الحليب غتي تبقى على حسب النوعية ديال الدقيق اللي عندكم انا را خدات لي بالضبط كأس ديال الحليب ما يعادل ميتين ميلي القوام ديال العجين تكون بهذا الشكل كتكون عجين اللي يرتبه وفي نفس الوقت ما كتلتسقش في اليدين غدي ندلكها واحد شوية باش كنتأكد ان المكونات من ساجمة من بعد غدي ندهنها بالقليل ديال زيت الزيتون ونحطها في البول نغطيها بالبلاستيك الغدائي ونخليها حتى كتخمروا الداعف الحجم ديالها بالنسبة لمدة ديال الاختمار فغدي تبقى على حسب الجو غدي تخليوها حتيبة لكم راه الحجم ديالها الداعف صافي وغدي نكملوا التحدر غدي نفرغ منها الهواء اللي تشكل فيها وغدي نقسمها لكرة هاد الكمية غدي نقسمها لتسعادية الكرات يكونوا متساوية الحجم من اللي غدي نشكل الكرات غدي نغطيهم بمنديل ضروري نغطيهم بوحد المنديل باش ما كتكونش واحد القشرة فوق العجين من الفوق انا هنا غدي نخليهم يرتاحوا واحد ثلاثة ديال دقائق وغدي نبدأ باش غدي نبسطهم مباشرة بغيتوا تبدو تبسطهم مباشرة يبقى لكم الاختيار انا خليتهم غير ثلاثة دقيق باش كتطلقوا واحد شوية العجينة كتبدو كتبسطوها كتمشي معاكم بكل سهولة من اللي غدي نبدو نبسطهم نرشوا سطح العمل بالقليل من الدقيق الابيض ونبسطهم بالمثلك والسمك ديالهم تيكون بحالكة تيكون ارقيق هنا غدي بقى لكم الاختيار بغيتوا اللي بسطوها كالطيبوها مباشرة بغيتوا تديرو كيفما غدي ندير انا انا غدي نبسط الكيمية كلها اللي عندي دي العجين ها تسعة الكورات كنبسطهم كاملين عاد كندوز الطيب بالنسبة لطيب ديالهم سهل وسريع وما ياخدوش وقت نهائيا دكشي علاش كنفضل نبسطهم كاملين باش ميلي كنبدا كنطيبهم كنبقى هاكا واقفة حدا المقلة بالذربة كنسر بهم وكنساري هنا المقلة ضروري خاصها تكون سخونة مزيان والنار تكون مجهدة انا هنا يراني مجهدة البوطة مزيان والمقلة سخونة كيف ما كتشوفو معايا كنحط العجين في المقلة وغير غادي تبالي هادو بدو كيتشكلو هادوك الفقاعة من الفوق كنقلبها وملي غادي نقلبها غير نحس بها عوتاني غادي تبداها كتتتحمر من التحت غادي نقلبها سوفيو كتتنفخ غير تبالي نصافرها تحمرت شوية من الفوق والتحت كنحيدهم واللي حيتها من المقلة داروري كنغطيها بمنديل باش يبقاوا اه رطبين غا تشوفوا معايا انا را محمرتهم ش بزاف مهمة را هكا هنا يراهم طايبين وخامي يبانوش لكم محمرين بزاف حيث مازال حتى غادي نعمرهم وغادي نديرهم في الالة ديال بانيني تقدرو مليت عمرهم ديرهم في الالة ديال بانيني وداروري تبقاوا تديروا واحدة فوق واحدة ثم كتطيبون ثم تديروا واحدة فوق واحدة وغطيهم بمنديل باش يبقاوا هكا كرطبين دبا غادي ندوز باش غادي ندير الحشوة بالنسبة للحشوة خديت مقلات درت فيها القليل من زيت الزيتون ممكن ايضا نديروا زيت المائدة على حسبكم تمو باش كطيبو درت شرائح ديال بصل درت انا البصل احمر والابيض اللي متوفر عندكم بحال بحال ودرت حتى في الفلاء الواني لعندكم غير لون واحد بحال الخضر ديروه بوحده انا كان عندي غرص فر الحمر درتهم وغادي نخليهم كيتشحروا حتى غادي نزلوا ملي غادي نخليهم حتى غادي نزلوا وغادي نضيف كيمية ديال صدر الدجاج اللي حتى هي مقطع شرائح رقيقة وجوج فصوص كبار ديال توم مفروم اللي ممكن تعودوهم بالتوم مجفف الى كان توفر عندكم وعندي الملح اللي غادي يبقى على حسب الضوك والتوابل فيها فلفل اسود فلفل احمر ذنجبيل كوركم كنخلط المكونات حتى كينساجموا وكنخلي الحشوة حتى كطيب على خطرها ما اللي غادي الطيب وغادي توجد غادي ندو زباش غادي نعمرو الفتائر فكندير جبن ديال صندويتش او لا جبن مبشور اللي متوفر عندكم كندير كيمية هكا هي اللولا من بعد غادي ندير الحشوة ونرجع ندير كتاني كيمية ديال جبن ديال صندويتش من الفوق انتو ما غادي بقاليكم الاختيار بغيتو تديرو الحشوة هي اللولا وكتديرو شوية ديال جبن من الفوق صفي وكتسدو انا تقريبا نرى غير وحدانيت ديال صندويتش غير واحدة كندير نصها التحت ونصها الفوق ونصدهم بها الطريقة بنفس الطريقة غادي ندير الكيمية اللي غادي تبقى عند الاخرى من بعد غادي ندوز باش غادي نحمرهم في الالة ديال البانيني هنا غادي بقاليكم الاختيار بغيتو تديروهم في الالة ديال البانيني او لطرجو تحمروهم بغرف المقلة تاخدو المقلة تدهنوها بوحد شوية ديال زيت او لا شوية ديال زبدة وكتحطو هاد الفطائر ديالكم وكتضغطو عليهم شوية حتى كيبانو الكوم را تحمرو من تحت وتقلبوهم باش كيتحمرو على الجهة الاخرى حتى همرا كيجيو زوينين حتى في المقلة كيجيو رائعين انا فضلتها كنديروهم في الالة ديال البانيني من اللي كيتحمرو كيجي الشكل ديالهم هو هادا كيجيو الداد بثاف تقدرو توجدوهم الوجبة ديال الغدائي اللي بغيتو هكا وجبة سهلة سريعة تقدرو ايضا ديرهم حتى الوجبة ديال عشاء مع شربة يجيو يا سلام اهم حاجة ان المكونات ديالهم بسيطة والوصفة سريعة التحذير فكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم كانت منتنا لإعجاب ديالكم وإلى عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وخلوا لي تعالق ديالكم المحفزة فكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم إن شاء الله نتلقاوا في الوصفات الجاية اشتركوا في القناة